اشتركوا في القناة 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 في سحل العاج وبنسبة كبيرة لو السحل العاج حتى تعادلت هتبقى ضمنة السعود فسحل العاج يعني بتقرب بشكل كبير في المركز التاني هنا بقى كونغو ديمقراطية هتلعب مع سيراليون في القونغو ديمقراطية وطيب مماراته اعتبر سهلة جداً لكونغو لو كسبتها فارق سكور هتبقى تسعى نقاط ومعها فارق اهداف برضو يعني دي ممكن الكونغو ديمقراطية لو كسبت سيراليون كتير ممكن تبقى برضو من افضل تالت في السبع مجموعات المجموعة دي بقى شائكة جداً لغاية دلوقتي لا الترتيب ده غلط يا جماعة غانا مش 13 غانا 8 الترتيب ده غلط كله المجموعة دي كلها غلط معلش تشيلوها غانا عندها 8 نقاط وغان ده 7 وغنيا 7 وتوجو 6 نروح لمجموعة المجموعة السادسة الرأس الاخدر ضمنت السعود خلاص 12 نقطة وزامبيا كمان بتقرب بشكل كبير جداً من السعود عندها 8 نقاط في المركز التاني مزامبيك مركز التالت هتحاول تلعب على المركز او افضل تالت مزامبيك هتلعب مع النيجر في النيجر محتاجة 3 نقاط زامبيا هتلعب مع الرأس الاخدر في المورا القادمة والرأس الاخدر خلاص ضمنت السعود من الفرق اللي بتتطور بشكل كبير جداً في افريقيا الرأس الأخضر اللي هي كاف فردي مجموعة السبع مجموعة مصر خلق لنا عارفين خلاص القصة تونس في المركز الأول 11 نقطة السنغال المركز الثاني عشر نقاطه ضمن الصعود الفرقتين مصر بتحاول تلعب على المركز الثالث كأفضل ثالث يعني عندها فرص طبعا ضعيفة جدا دي السبع فرق زي ما قلتلكو ان هم بيتنفسوا دلوقتي على أفضل ثالث في السبع مجموعات غينيا عندها سبع نقاط وهتلعب مع أغندا على أرضها بس غينيا ما بتلعبش في غينيا غينيا بتلعب في المغرب عشان مرض الإيبولة لو كسبت أغندا خلاص هيبع عندها عشر نقاط الكونغو في المركز الثاني وعندها مطش مع السودان في السودان لو كسبته برضو هتبع عشر نقاط حتى لو احنا كسبنا تونس خلاص مصر تست نقاط لازم نكسب تونس الكونغو الديمقراطية عندها ست نقاط وهتلعب مع سريليون في الكونغو الديمقراطية وماتش سهل جدا بالنسبة للكونهود ديمقراطية ملاوي عندها 6 نقاط احنا خلي بالكم ال7 فرق دول ال الوقت يوقفين عند المركز الثالث في المجمعات السبعة زي ما قلتلكم ملاوي عندها 6 نقاط وهتلعب الماتش الجاي مع إثيوبيا في إثيوبيا الماتش صعب مش سهل بالنسبة للملاوي أنجولا في المركز برضو الثالث في مجموعاتها عندها 5 نقاط وعندها مباراة مع بوركينا في بوركينا موزنبيك عندها خمس نقاط برضو في مركز التالت في مجموعتها اللي هي المجموعة F وحتلعب المباراة القادمة أمام النيجر يعني الفرص الأكبر لغينيا والكونغو والكونغو الديمقراطية وبعديهم نقول مصر لكن طبعا لسه كل حاجة وردة في كورة القدم ونلازم نلعب على آخر أمل في البطولة دي المجموعات كلها وجبتلكم السبع فرق المرشحة اللي تاخد منها أفضل تالت في المجموعة تعالى أقول لكم أخبار سريعة كده بسرعة مع بعض وبعدين هنروح نشوف كاس الخليج ونتفرج على مجموعة من اللقاءات ملخص سريع كده لبعض المتشاط والنتائج الغريبة في البطولة دي بطولة التعادلات لكن خلينا أقول لكم أخبار سريعة كابتن شاوي بيستدعي عصام الحضري لحراسة مرمى منتخب مصر في المباراة القادمة الأستاذ محمود الشامي عدو مجلس إدارة اتحاد الكرة بيقولنا انتظر وصول خمسين ألف دولار من ماتش ويرلد اللي هي شركة ماتش ويرلد دي اللي كان مشكلة ماتش تشيلي وجامايكا وكلام ده النهاردة مفروض دي لخمسين ألف دولار يكونوا وصلوا لتحاد الكرة لجنة المسابقات في القسم الثاني هتجتمع بكرة لمناقشة تقارير الأسبوع الثامن ميدو يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك وفي بعض المرشحين زي الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن أيمن يونس مرشحين لخلافته في نادي الزمالك وفي أسماء أخرى أكيد طبعا الزمالك يؤكد غياب أحمد الشدناوي خمستاشر يوم بسبب الإصابة وحزم إمام عشر تيام خلي بالكوا لسه كمان ما حددوش موضوع إبراهيم صلاح تلات لعبين من الزمالك اتعواروا مع مصر مبارح في مباراة السنغال الزمالك عنده المباراة القادمة الرجاء في الدوري باشيكو بيجهز أحمد توفيق وعمر جابر ومحمد أبو جابل لتعويض السلاس الغايب أو المصاب في نادي الزمالك المدير الفني للزمالك بيتمسك بكل اللاعبين في نادي الزمالك اللي فيه لعبة كتير جاية لها إعارة وبيتمسك بإسلام جمال على وجه التحديد وبيجهزوا للمطشاط القادمة أيمن حفني بدأ يشارك مع نادي الزمالك في التدريبات الجماعية الزمالك لعب مطشين والدين مع الجونة في الجونة وتعادله تنين اتنين معسكره في الجونة لسه هيخلص المعسكر بعد بكرة إن شاء الله ولعب مباراة أخرى مع رأس غارب وكسب رأس غارب في معسكره في الجونة محمد كوفي هيرجع للزمالك يوم 20 نوفمبر القادم إن شاء الله إن هو موجود مع منتخب بوركينا ومنتخب بوركينا خلاص دمن الصعود إلى أمم أفريقيا سيسي اتكلم مع الجهاز الفني يقول لهم يا جماعة يعني عايز أعرف أسباب اللي أنا بعض احتياطي ليه في المتشاط الفترة اللي فاتت رئيس الزمالك يسعى لعودة العلاقات مع الويت نايتس لمساندته أمام ربطة النقاد الرياضين أستاذ مرتدى منصور مجلس الزمالك يكرر شط الأستاذ هاني شكري عضو المجلس السابق والأستاذ ممدوح عباس الرئيس الأسبق بيطعن فيه قرار شطبه من نادي الزمالك الزمالك لسه هيلعب مع رأس غارب بكرة إن شاء الله يوم الاتنين ملعبش يعني لسه هيلعب بكرة مع رأس غارب والفريق هيرجع يوم الثلاث ده بالنسبة لنادي الزمالك الأهلي هينقل تدريباته بكرة إلى ملعب بيترو سبورت عشان زي ما قلت لكم ملعب مختار التيتش فيه إصلاحات والأهلي كان آخر حاجة كان في الكويت بيلعب مباراة ودية مع نادي العربي وكسب اتنين واحد عمل مباراة كويسة وبس معالي هو اللي أحرز الهدفين الأهلي بيفوض وزارة الداخلية لزيادة أعداد الجماهير في إنهاء الكمفيدرالية لـ 30 ألف متفرج كابتن واي الجمع هيزبق بعثة النادي الأهلي لسحل العاجي يوم 26 نوفمبر الأهلي بيختر الجهة الإدارية إن فيه ثلاث شركات بتتحمل راتب جاريدو وجهازه الفني جاريدو بياخد 31 ألف دولار وسيمو ده اللي هو الخرخي سيمو المساعد بياخد 10 ألف دولار وفيهم يعني بعض الشركات بتتحمل زي ما قلتلكوا راتب جاريدو منهم شركة بيمتلكها المهانس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي النهاردة كده حاجة طريفة ابن جاريدو موليد 2003 وتمرر مع الناشئين في النادي الأهلي موليد 2003 في مدينة ناصر كابتن على عبدالصادق والمهانس عادل القيع يتدخلان لحسم صفقة يوسف الجبال لاعب الشمس فاكرين من حوالي شهر كده لما قلتلكوا نادي الأهلي عايز اشتري لعب من الشمس اسم يوسف الجبالي بيلعب بلاي ميكر أو صانع ألعاب لعيب كواس جدا المهندس خلد عبدالعزيز بيقول أن العميد محمد أبو السعود هيكمل مدته أزمة الإسماعيلي في طريقها للحل تامير النحاس وكيل محمد عوات بيقول أن محمد عوات حارس الإسماعيلي حيرحل على النادي الإسماعيلي في يناير القادم اختبار طبي لمحمود عبدالعزيز زيزو الهفد فيندر في النادي الإسماعيلي عشان يشوفوا هل حيقدر يلحق مباراة الاتحاد السكنداري القادمة في الدوري الإسماعيلي راح النهاردة وجون أنطوي راح يومين كانت عور كده في مباراة ودية كانوا لاعبوا مع مصر المقصة ومصر المقصة كسب الإسماعيلي أربعة واحد في مباراة ودية وجون أنطوي تخوط كده كادمة في الرجبة وخرج في الشوت الأول إدارة الأسيوتي ترفض التفريط في مانش لعب اسمه مانش كريم المانش للنادي الإسماعيلي اللي إسماعيلي كان طالب ياخد كريم المانش من نادي الأسيوتي الإسماعيلي بيكتفي بودية المقصة وبيرفض خوض مباراة ودية ريكاردو غاضب من مستوى بودلاء النادي الإسماعيلي لعبة المصري بتواصل مسندة الفريق بالتنازل عن مستحقاتهم المالية في بعض اللاعبين في النادي المصري اللي هم مستحقات من المسلم اللي فاتعارفين النادي المصري في أزمة مالية فاتنازلوا عن مستحقاتهم ودي حاجة جميلة جدا منهم إسلام صلاح اللي اتنازل عن مستحقات المسلم الماضي المصري بيفوز على الاتصالات 3-2 في مباراة ودية والمصري بيختتم معسكره المغلق بالفوز على السكة الحديد 4-2 سجل أهداف المصري أحمد داودة دي في مباراة السكة وحمد أيحي وأحمد رقوف سجل هدفين بالنسبة لمباراة المصري واتصالات اللي سجل الأهداف بالنسبة للنادي المصري محمد أشرف وأحمد جمعة جاب هدفين ده بالنسبة للنادي المصري تعالوا مع بعض كده نشوف كسر خليج نشوف الدنيا ماشية ازاي في كسر خليج المتشاط كلها تعادلات مع عدم مباراة واحدة منتخب الكويتي يكسب المنتخب العراقي 1-0 في الديئة 93 تعالوا كده نشوف لقطات من اللقاءات في بطولة الخليج أو كأس الخليج رقم 22 اللي بتقام في الرياض دي مباراة اليمن والبحرين انتهت برضو بالتعادل السلبي 0-0 منتخب اليمني عامل مطشين كويسين جدا وكان دايما المنتخب اليمني يعني بيخسر على طول في بطولة الخليج لكن المرة دي بتعادل مع البحرين والنهار ده كمان عمل مباراة كبيرة أمام المنتخب القطري وتعادل 0-0 نقطتين للمنتخب اليمني والنهار ده المدرغات كلها كتمانيانة جمهور اليمنية وجمهور السعودية كتقفل ملعب الملك فهد بن العبد العزيز ويعني بتشجع المنتخب اليمني بقوة فين يا جماعة اللقطات الإمارات كمان تعادلت مع سلطنة عمان 0-0 والكويد كذبت العراق 1-0 والنهار ده اليمن وقطر تعادل سلبي 0-0 وفي مباراة أخرى بتتلعب دلوقتي وإحنا بنكلمكم مباراة السعودية والبحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة